الفاهم مناصري يقول لي بالله اسأله عليش ما يتلموش مجموعة من الممثلين المعروفين كيما هو ويطلو على الممثل عبدالقادر مقداد ويقنعوه يرجع يمثل احنا العملية هذي برشا مناسبات اتكلمنا كل ما تمشي كل حد يمشي هو ارفض لو عبدالقدر مقددورك كبيرا الناس اسألا عليك يا ولادي هيا ارجع كيف يقول لي عما عاش تسألوني سوال كلماذا يتغش اي ما عانيا انسان صارت له حكايات معنا فابني واحد كده بطل فابني و ما تحبش بالحق اصلا يا معتك يتسألو يقول لي عاش تسألوني لا لا ما عانش عينه. معناها انا تقابلت وانا يبارش مرات في تونس وحتى كمشيت القبسة ايامات معناها تخالوا كيت واتي فاتني والله يقولوا تفهم حتى جاتوا دي بروبوزيشون معناها انتاج واحد وكدامة مع انسان شو واحد كيت تخرج حاجة من خشمه ومعانش تلفت له هذي هي صالح فرجان يقول لك سلاح مصدق انت مواطن قبل ما تكون فنان كيفاش تنظر للوضع السياسي اليوم في البلاد تاعبة البلاد الناس كل كما شو نفس النظرة اللي عند العباد الوضع تاعب وكاري فيه بالنسبة لتونس هونيدة بنت جريت تقول لك شنو الدور اللي يعجبك في الخطاب على الباب وتمنيت انك تلعبوا بخلاف صليح بتباعة دور اللي هم يحبوه لو كان مسلسل الخطاب على الباب مسرحية شكون زادة ولا شنو يكون عنوانه هيت نبديه بالجزء لول بالسؤال فماش شخصية اخرى عشبتك على اخر قلت اه يا ريت لو انا لعبت شخصية ذاية في الخطاب على الباب بقى هي مجدش البالي في الوقت اذاك اما انبعت فراشت الرديف هي في الوقت اذاك مجدش في البالي الخطر اسمعني تعرف نجاح المسلسلة ذاك انه كل حد في بلاس